خيانا اخط التليفون من المهندس خالد سعد امين عام ربطة مصنع السيارات بسيارة الخير يا فندم اعلم سنون يا فندم انا تمي بي اذا حضرتك اخبر حضرتك تمام الحمد لله اصعب فترة يا مر بيها سوق السيارات في مصر بالضبط انا عدلك سوق السيارات ده بالهمزة وليسة بالقف في الوقت الحالي يعني سوق السيارات وليسة سوق السيارات بوقتي الوضع بقى صعب جدا 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 لان بيعاني من اعدة امور كتيرة جدا حصل تخبط وطبعا ده مش سوقنا لوحدنا يعني مش مصر فقط ده على مستوى العالم كله ان عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي على مستوى العالم. يمكن حقاك حقاك طلق التصريح مهم جدا ان اتفاقت معاك فيه مش وقت تغيير عربيات دلوقتي استنى شوية. تمام اكيد طبعا احنا لازم كلنا نتعاون مع بعض يعني هو من مش مطلحتي زي ما حدك اكدت في المقدمة مش مستوى حتنا نتكلم نقول الناس بتشوش عباد دلوقتي بالعجل انا مطلحتي ان انا قطلع اقول الناس لا اشتروا الحقوا قبل عباد ما جديد لا انا بالعجل بقول الناس خلينا نتفق مع ان احنا بنعمل لصالح بلدنا او صالح اكتصادنا. والصالح المستهلك في النهاية. لاني ان هذا لو احنا التزمنا كلنا الصم وقفنا في هذه الازمة عشان نعالج الازمة ان احنا نشوف احنا رحين فين الاول ونحاول نشوف احتياجاتنا نعالج امورنا وبعد كده نبتدي نصلع مع بعض. نشوف احنا محتاجين نصنع محلي احنا محتاجين نستوضع عربية احنا محتاجين قطع الغيار محتاجين ايه بالضبط عشان نقدر نواكب الازمة ونعديه. التجميع المحلي وخليني ارجع مع هكده في جزء يمكن من كام يوم شفنا خبر اه 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 فتح اه او تسهيل استراد قطع الغيار والمصانع اللي بتصنع او بتجمع اجراءات اسهل في حركة الاستراد او حركات الجوابات الاعتمادية او اجراءات بتاعت استراد اه المكونات بتاعته. هل التجميع المحلي ممكن يبقى فرصة ان احنا السوق يتحرك شوية لحد ما المصنع الاوروبا يقدر يغطي احتياجاتنا من العربيات? ده حضرتك هو هيساعدنيش في تغطية احتياجات السوق المحلي بقط. هيساعدني كمان في ان انا من اناد لما صنع عربية اغطى بها احتياجات السوق المحلي واقدر اصبط منها للاسواق المجاوز. هو افريق او شوك الاوسط اللي بنانا عليها استود العملة بعد ما كنت انا بصدر العملة عن طيق العربات المتكملة. نقطة مهمة حقا قلتها جدا بس انا ازاسة السوق حقا احنا عندنا المصانع بتاعتنا اللي بتجمع عربيات في منهم حاجة بتصدر في حوالينا? في بعض طبعا المصانع بتصدر للا افريقيا تقريبا صح? افريقيا او بنصدر على اوتوبيتات ونجحنا سبيل جدا في ان احنا نصدر عربيات اوتوبيتات كهربائية كمان في الوقت الحالي. اه طبع. احنا يعني لا بالعكس احنا عندنا فرصة دلوقتي كبيرة جدا ان احنا نغطي احتياجات السوق المحلي وزا ما قلت لحضرتك نصدر منها للاسواق اللي محتاجة اللي هي مش بتعاني من زي حالاتنا من احنا مش عافظة للسوق العربية كاملة الصوع. هذا اصدرها لها انا واخد انا السوق العملة منها. اللي تغطي احتياجات السوق المصري من العملة اللي اجناب. هل في زيادات تانية متوقعة? طول ما احنا اه في ازمة في توافر العملة وفي ازمة الشحن وفي ازمة العربيات وفي ازمة على المكونات توقع ان ممكن طبعا يحصل زيادة بعد زيادة دولار الجمهوركي اللي هو الجني اللي اثر في طبعا في سعر العربية. هاكيد دي هيحصل فيها تأثير. بس ما بنشي او يعني بعض الشركات اعلنت في بعض الشركات هتعلن بعد ما تستود العربيات وتفج العربيات من الجمهور. هيتدي يعني على سعره جديد. انا مع التجميع المحلي وانا بدعمه جدا لان يمكن فيه ناس بتهاجم القصة دي. بس انا شايف احتياجاتنا اللي احنا محتاجينها في الفترة الحالية وغياب العربيات من السوق الاوروبي. لو طلعنا بعدد كويس جدا من التجميع المحلي في بعض الشركات اللي بتجمع عندنا في مصر. تغطي احتياجاتنا ونقدر احنا نطلع نصدر برا اعتقد هتبقى خطوة كويسة جدا. بس خليه اسأل سؤال حاجة ان في بعض الناس بتتشكك تقولك ايه? اصل المصانع دي مصانع بتصنع على دمخة. يعني من غير مطابقة المعايير. انا ناسي كنت بتكلم منك من شوية ان ما فيش شركة هتصنع عربية تحمل علامة تجارية لها شركة ام في العالم كله. مش هيجمع في مصر غير بالمعايير بتاعته. صح او لا غير? ده اكيد مش حاضراتك مش ده مش احتمال. ده حاضرتك ما فيه حاجتين واحنا كنتكلم كابلنات متخصصة ان حفيه حاجتين بتتم حاضرتك قبل ما طلع العربية للسوق المحلي. يا اما فيه تيم كامل من الشركة المصنعة العالمية. تيم موجود في مصنعك بيراجع وبيتابع لحظة بلحظة وخطوة بخطوة. وبيعتمد لك الخطوات اللي تمت. اللي بيديك عليها اقروفا ان العبادة او الموافقة النهائية ان العبادة تطلع في المواصلات بتاعك. اللي ديكي معايير. غير ان انت حاضرتك بتاخد موافقات وشهادات من المنتج بتاعك قبل ما يصل على السوق المحلي. يعني النهار ده ما ينفعشي. انا بستود مكون وبتجمع عليه مكون محلي. وبنانا عليها بيتابع معي الجزء بجزء اللي تم تصنيعه وبيعتمدهولي اللي بيدينا عليها موافقة نهائية. بعد العبادة وبعد ما تخج العربية من المصنع. وقبل ما يتم تسامة العميل يتم موجعتها تاني واخد عليها موافقة اللي بنانا عليها اسلمها للعميل ولا ما اسلماش العميل. لان هي حملة المنتج حملة العلامة بتاعته. ما ينفعش يطلعها كل واحد بمعايير خاصة تخص في المصنع ده ده. ده هو لازم تطلع. مطابقة للمواصفات اللي تم استطارها من الشركة مصنعة في العالم. نتمنى الفترة الصعبة دي تعدي حياتك متوقع يرجع سوق السيارات ينتعش تاني امتا? اتوقع ان احنا لو استمينا بتعمية الصناعة المحلية وان احنا دعمنا السوق المحلي. اتوقع ان في ربع الاخير من السنة دي يبتدي يحصل انت عاش تاني للسوق. ليه يكون بدأت الناس راعب تستويد المكونات. هيبقى عندك المشتينية ان احنا تصنع. فعلى الاقل يب انت عندك من ثلاثة لفترة شروف عشان الناس تبتدي تحس تاني بالتأثير الايجابي بسوق السيارات. نورتنا وشرفتنا. شكرا لك يا فاندم. شكرا. شكرا لك يا فاندم. شكرا. خالد سعدة امينة عام ربطة مصنع السيارات.